بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداه أصحاب السعادة خلاص عارفين اليوم بتاعهم وهو يوم السبت اليوم اللي احنا بتتكلم فيه عن ازاي نخلل الزواج ده نعمة من نعم ربنا سواء احنا مقبلين على الزواج او سواء كنا عايشين كأزواج وبنحاول بقدر ان احنا نجدد حياتنا الزوجية فأصحاب السعادة هم طالب السعادة اللي هم في الحقيقة بيعيشوا في ظل قوله تعالى ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجة لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة احنا هنا بنكرس ان المودة والرحمة مش فكرة ولا عطية حد بيعطية للتاني احنا بنكرس هنا ان مودة والرحمة حياة بنكرس هنا ان السكينة بتتعاش بتتشاف بتتسنع كل ده بيحصل ده مش هيحصل في الحقيقة ومش هتكون المودة والرحمة حياة ومش هتكون السكينة ايضا بتتحرك في جنبات حياتنا الا اذا كان كل واحد فينا حول كل القيم اللي عندنا كل القيم الزواجية دي الى مهارات وعشان كده احنا بدينا من بدري من حتى قبل رمضان واحنا بنتكلم على المهارات الزواجية ومن المهارات الزواجية المهمة في اطار الاهتمام الزواجي حاجة مهمة جدا 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 ايه هي دعم الازواج لبعضهم وقت الشدة بيلاحظ حاجة غريبة قوي بيلاحظ ان افضل الفرص عشان يحس شريك الحياة ان انت مهتم به لما يكون في لحظة شدة بتبقى فرصة مهمة جدا فرصة مهمة جدا ان انت ايه ان هو يحس ان انت حسس به ان هو يحس ان انت شايفه ان هو يحس ان انت بتخاف عليه ان هو يحس ان انت كمان عايزه يبقى في راحة وفي امان اعرف ناس كتيرة جدا 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 لما شريك الحياة لما الزوجة او الزوجة على فكرة لما الزوجة او الزوجة انا مش بتكلم عن الزوج بس الزوجة او الزوجة كانوا سند وظهر لشريك حياتهم بيتحول شريك الحياة بيبقى حاجة تانية خالص فما بالكم اذا كنا بنيمتدي الجواز بده او فيما بالكم اذا كنا احنا مقررين ان احنا نعيش حياة فيها نور مدد ربنا سبحانه وتعالى ونقرر ان احنا نعمل تغيير في حياة من تغيير ايجابي فيه اللي هيحصل هيحس الشريك الحياة ان هو بقى عنده ركن من اركان حياته اللي هو مين شريك حياته فيا ايها المقبلون على الزوج ويا ايها الازواج اذا كان كل واحد فيكم عايز يبقى ركن من حياة شريك حياته عندك فرصة عبقرية هي فرصة وقت الشدة على فكرة الشدة مش لازم تكون على فكرة ان في عربية دا ستحد لا الشدة ممكن تكون ان واحد حسس بضغط واحد حسس بان هو مشتت مش قادر يفكر الاوقات دي اوقات عبقرية عشان انت تبقى ركن من اركان شريك حياتك ولو دورنا مش هنلاقي زوجة مش بيكون نفسها زوجة هيكون واقف جنبها وقتي محنة وخاصة لو كانت هي بتمر بيها بشكل مفاجئ واكيد كمان كل زوج بيكون نفسه زوجته تكون اول حد يقف جنبه في شدته ويشجعه وعلى فكرة كتير من الاحوال لما دا بيحصل بيبقى دا بداية جديدة للحياة الزوجية وبتبقى بداية عبقرية هو بيقول ان كل حاجة مهما كانت اعتعدي مهما كانت كبيرة مهما كانت شدة لو حد واقف جنبه وعشان كده الدعم والمسانده من اهم مفاتيح السعادة الزوجية والعكس صحيح يبقى غياب الدعم وقت الشدة عمره ما بيتنسي وبيسيب جرح في قلب الزوج والزوجة ومش سهل على فكرة ان هو يتدوى ويتلاش وعشان كده عن لاقي ازواج بيقولوا مراتي دي لو لفت الدنيا ما لقيش دفرها ليه يا سيدي لو لفت الدنيا ما تلاقيش دفرها ايه اللي حصل هم نوع ما اشتكت وقالت لي معك قليل ولا معك كتير كانت بتعيش على قد مقدرتي ونلاقي زوجات بيقولوا ده جوزي اللي ليه في الدنيا ده شن في مرضي ولا جيه في يوم عيرني ولا قال لي هتجوز عليكي ولا قال لي في يوم ده لدرجة ان هو قال لي كلام غريب قوي انا معك على كل حال لدرجة ان هو ساعتنا ما كان بيتحك بيقولها انت حبيبتي حتى لو عضمه في قفة وكلام كده في الهزار انا عايزك ما تشيريش همه ابدا دي مواقف دي مواقف ما بتتنسيش بين الازواج وبيفضلوا عايشين على جمالها وعلى حلوتها وعلى دفقها وعلى قوتها لما حد بيحس ان هو عنده ساعت بيحس ان هو قوي دايما بيقولوا للناس ما تخليش حد يحس بالزل ولا يحس بالضعف وكمان لو عايز تبقى ركن من حياته وخليه يحس ان هو قوي بيك مستقوي بيك وده بيكون من مدد ربنا سبحانه وتعالى وعشان كده قلنا واجعنا بينكم وادة الواحمة عشان نحس ايه ان ده مدد من عند ربنا من عند القوي وده اللي بيخلي الحياة بين الناس تحلو تحلو يعني ايه نحس بجمالها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان حبه للسيدة خديجة حب ما فيش لي مثيل مش هقدره بس حب عظيم لا حب ملوش مثيل وكان بيقول انه رزقته حبها عشان كده دورها كان دورها كبير في حياته قوي وكأن رسول الله سلم بيحطنا دايرة كده على ايه على مهارة المسندة والدعم في وقت الشدة فلما غارت السيدة عائشة من السيدة خديجة لما كان حضرت النبي بمدحة وقالت له لقد أبدلك الله خيرا منها حضرت النبي تمعر وجهه تغير وجهه درجة ان السيدة عائشة كشت وخافت قال ما أبدلني الله خيرا منها إلا حاصل قد آمنت بي إذ كفر بها الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء إلا حاصل فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان فاكر وبيذكر وبيتغنى على مر السنين بمسندد السيدة خديجة له بيابيه وأمي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يسنده من السماء بس هو عايز يعلمنا وعايز يبين جمال وكرامة وعزة السيدة خديجة الكبرى عليها السلام وعشان كده صورة دعم كتير وقد يكون فيها مواقف البعض بيشوفها بسيطة لكن هي في الحقيقة بتكون كبيرة لأن الوقت بتاعها والسياق بتاعها بيبا مهم زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع السيدة عائشة عندما ضع عقدة في السحراء وقف الناس وفضل يدور حضرت النبي لغاية ملقاه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم زي موقف لما يكون الراجل بيحدو أنجشة لما بيكون بيحدو بيغني فإيه في اللي يحصل فالقبل تهتز بشدة فيه نساء جوه في الهودك ده فإيه اللي حصل يقول له يا أنجشة رفقا من القوارين ما تجيبش ما تجيبش جواب كده عالي أو كده عشان الناس اللي جوه دولة ما تنسجمش القبل كده وبعدين الناس اللي جوه دولة يدق يحصل لهم حاجة والقوارين دي كلمة على فكرة عند العرب كلمة زي بعض الكلام اللي عندنا أنه ممكن يستنكروا الناس لكن حضرت النبي قالوا طب نعمل إيه بقى عشان تبقى مهارة المهارة دي عندنا مهارة إيه المسندة وقت الشدة يبقى أول حاجة عندنا أول حاجة عندنا لازم نعملها ودي معايير إذا كنت أنت مسند ولا مش يعني عايز تعرف أنت مسند ولا لا شوف حط نفسك على الميزان ده أول حاجة وإذا كنت عايز تتعلم مهارة المسندة والدعم في وقت الشدة قدينة بقولك شوية حاجات تتعلمها أول حاجة أنك تسمع المشكلة باهتمام في ناس كتيرة تقولك إيه من عارف المشكلة لأ جزء من المسندة أن أنت تسمع عارف لما تسمع ليه لأن أنت لما تسمع جزء من السماعة وتقدير الشخص وذلك الرسول اللي عليه الصلاة والسلام كان يعمل إيه أي حد يجي له يشتكي يسمعه أي حد موجوع يسمعه مع أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأتيه الوحي لكن يجب يسمعه زي ما سمع السيدة عائشة وسمع كل الصحابة وهم بيه واشتكونوا يبقى أنت عايز تستاند حد اسمعه اديه الوقت يحكي لأن جزء من الحك أنه هو يخرج اللي عنده وعلى فكرة فيه ناس كتير ما بتبقاش محتاج أن حد يسمعها بس وإزايك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان كان أذن خير صلى الله عليه وسلم يعني إيه بيسمع حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فاسمع اسمع المشكلة بس لازم تسمع المشكلة إيه تسمعها باهتمام ما تسمعاش يلا خلص عشان إيه عشان إحنا مش فاضيين عايزين نعمل حل المشكلة بسرعة فيحس أنه هو مشاعر ووجع وديقه شيء ملوش أهمية لأ اسمع تاني حاجة المساعدة في الحل تاني حاجة شوف أنت قديه بتساعد في الحل والعرض على خبير لو احتاج الأمر يبقى أول حاجة أن أنت تساعد في الحل بس أنا بحب كمان في المساعدة في الحل أن أنت تخلي تسأل في الدعم المساندة أنت محتاج إيه بالزبط لو قالك أنا مش عارف ابتدي أنت اطرح الحلول طيب أنت لو اتنين لمشكلة أكبر منكم اطلبوا أن أنت تروحوا الخبير كونك خدت حد من من إيده وروحت لخبير ده جزء من الدعم المساندة وده جزء من اللي عملته السيدة خديجة السيدة خديجة الكبرى عليه السلام عملت إيه؟ أخدت حضرة النبي وراحت لورقة بن نوف فلما راحت لورقة بن نوف إيه اللي حاصل؟ قالت له اسمع من ابن أخيك أها أهو اسمع أهو قالت له اسمع من ابن أخيك السماع الأول كانت عبقرية ستين خديجة عليه السلام عبقرية فعلا في المساندة والدعم قالت له اسمع من ابن أخيك فبعد ما سمع إيه اللي حاصل؟ هي أخدته للخبير عشان هي ما شفتش ده ولا تعرف حاجة عن ده فأخدته خبير رابع حاجة السؤال عن أفضل طريقة للدعم بالنسبة لشريك الحياة تسأله إيه أفضل طريقة؟ لو كان فيه طرق متعددة إيه أفضل طريقة تحبها؟ لأن انت ممكن عن فكرة تقدم الدعم والمساندة للحاجة اللي انت قادر عليها بس في الحقيقة ما تنفعوش فأنت لازم تعمل إيه؟ تسأله الحاجة الخامسة إن انت تطمئنه كل حاجة تبقى كويسة إن شاء الله وتتفقده من وقت للتاني عامل إيه؟ كويس؟ محتاج مساعدة محتاج نجدد الأمر ده محتاج نغيره محتاج نغير الدواء محتاج نتصب بالدكتور محتاج إن احنا كمان نزود أي حاجة محتاج إن احنا نشتري حاجة محتاج إن احنا نعمل حاجة هو ده الإحساس اللي بيبقى هو هو منتظر هو ده طول الوقت هو في الشدة محتاج حد ييجي يطبطب عليه يحن عليه ولزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيطمن السيدة عائشة فلما تجي تسأله ما حل العقدة يا رسول الله قال له مثل حبك في قلبي كالعقدة في كل شوية تجي تسأله ما حل العقدة يا رسول الله يقول لها كما هي إيه الحاجة السادتة متابعة سر الحل في الاتجاهة الصحيح إن انت تتبع سر الحل في الاتجاهة الصحيح وتمشي فيه شوية إجراءات بقى ممكن تساعدنا في ده إن احنا من الأول خالص نعمل شوية حاجات مهمة كل يوم نتفقد أحوال أهل بيتنا ونعرف هم محتاجين إيه ده إجراءات بالتالي بتعمل مساندة وبتحسس الشخص قبل لما تيجي المشكلة تيجي المشكلة على على إنسان مطمئن تاني حاجة نتعود إن احنا نعبر بأشكال متعددة عن حبنا وعن مسندتنا لشريك حياتنا تالت حاجة يا ريت لو نخصص كل يوم دعاء لأهل بيتنا ويا سلام لما يعرفوا إن احنا بنتعلمهم طول الوقت خاصة لو كان الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة يقولوا إن هم بيدوها لأولادهم آخر حاجة كل يوم ما تحاولش إن انت تبقى بعيد عن شريك حياتك كل ما قربت من شريك حياتك في المكان اللي هو بيقعد فيه فيه إنك تسأل عليه طول ما هو حاسس إن أنت قريب منه طول ما هو حاسس بمسنددك أقول لكم حاجة في بعض الأحيين لما بتحصل المشاكل ما بيبقى الشريك الحياة محتاج إيه غير احتضان بس احتواء بس والمشاكل يا ما مشاكل راحت ويا مشاكل فاتت وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كانت السيدة عائشة تقول ما انتقل رسول الله إلا وهو بين صدري ونحري وكان رسول الله يقول لا تكلموني عن عائشة فإنه لا يأتين الوحي إلا في حجره خليكم قريبين من بعض والقرب بيعمل مسندة عبقرية يا رب جعلنا دايما سندا لأحبابنا جعلنا دايما في دعمهم عشان يفضلوا حسين بمددك وبنورك يا رب العالمي يا سيدة احنا عندنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بالنمج ولا تعسروا اللي بنتدقى عليه أسئلتكم المباركة وتفضل جسد مبارك يوصلنا إلى دايما البقاء في مجالس الى علم اللي هي في الحقيقة تتخذنا على حضرة مولانا سبحانه وتعالى ويكون أول سؤال معنا النهاردة الأستاذة نجلاء أستاذة نجلاء تفضلي مساء الخير فن مساء النور مساء البركة الحمد لله فضلين عنه بس أنا عندي سؤال أنا منفصلة وأنا عندي 20 سنة ومعي أحمد هو خلص الحمد لله كلية وخطبط له وطول عمري أنا بشتغل عشانه بس سؤالي بس بابا هو متيسر الحياة ومتجوز معي ثلاث أوليد بس يعني ابني رحله بدل المرة كذا مرة وعمر مصرف عليه فأنا عايز أعرف يعني هو كده ابني مقصر حيت حاسب وهو رفضه وآخر حياة ابني عمرة قالي عمرة جا هتتقبل وأنا يعني طول عمري بشتغل عنه ده حب حياتي كلها منو أنا عندي عشرين سنة وخطبط له حاليا وهجاوزه بأمر الله فعلا عنده عرف يعني هل الجين خلينا نتكلم على تعملي إيه عشان تتخلصي من واجعك يعني خلينا نسأل السؤال الصح أعمل إيه عشان تتخلص من واجعي أنت ديسة معنا أستاذ نجلاء أستاذ نجلاء يعني خلينا أقول لي حاجة الأول خالص نبتدي بسؤال أنت بسألتوش بس هو ده السؤال المركزي مش هو مش السؤال أن العمرة بتاعته تتقبل أو ما تتقبلش لأن أنا لو جاوبتك أن العمرة بتاعته تتقبل أو ما تتتقبلش لسه يبقى عندك واجع أنا عايز أقولك أن أنت لابد أن أنت تسعدي أن أنت ست ربنا سبحانه وتعالى جعلك في الصالحات وجعلك سبحانه وتعالى من أهل المدد ومن أهل البركة وأن السواب اللي كان بيروح له زوجك ربنا جمعلك سواب زوجك وجمعلك سواب كمان أن أنت ربيتе ابنك فأنت عندك سواب عظيم أنت ربيت راجل وخلاص عتجوزيه فلنت لازم تكون حسّة بي أن ربنا سبحانه وتعالى في ظهرك أن ربنا سبحانه وتعالى سندك أن ربنا سبحانه وتعالى مددك فلازم الأحساسي تكون عندك أن أن أنت حاسة بالسعادة ان ربنا سبحانه وتعالى غمرك بهذا كله وهو ايه نفسك لما رب السوق تيجي تبواصلك عليك احساسك بالسعادة ده و احساسك بالمدد ده و احساسك بالسند ده بان هي تقولك ده فيه واحد ايه اللي حاصل رفضك او واحد مارس معاك الاقصاء او واحد اعتبرك ملكيش لازمة ابدا انت غالي عند ربنا عارف انت غالي عند ربنا ليه لان انت ستتي فراغ وعملتي وحفزت على نفس ابنك من انه هو يضيع وانت زي الابطال بالزبط اي امرأة معيلة لان جزء تخلى عنها وهي قامت بواجب البيت هي بطلة بطلة ليه لان فيه واحد تخلى عن الرجول الحقيقية في الطرف الاخر لما طر الزوجة وابنها اي حد هي مارس طلاء الاطفال فهو فيه قصور في رجولة الرجولة مش الذكورة الرجولة لان الله سبحانه وتعالى يقول من المؤمنين رجال صدقوا معهد الله عليه انت عهدت ربنا لما تجوزت ان انت تكون راعي لهذا الولد ولما تفارقت فارق بالمعروف فإنه حاصل فلما فارقت ما كانش تسريحهم بإحسان فللأسف انت بتضيع من تعول انت ضيعت وربنا جعل فيها سر الجمال والبركة وخليها هي تحاجي وخلاها هي كمان تراعي الولد ده لو عايز يا سيد تكفر عن ذنبك وترجع لربنا ارجع لابنك وحاول تعطف عليه وتحن عليه لانه حتى وهو كبير مش هينفع انه هو يتقطع عن جدره وانت جدره ويعرف ان انت اللي انت عملته ده ظلم والظلم وظلماته نيوم القيامة فرد المظالم لأهله وطيب خاطر الست اللي هي رب تبنك لانه هو ابنكم وانتو الاتنين مش ابنها هي فلما طلقتها وطلقت ابنها معاه انت كنت ظالم للاتنين فاتق الله سبحانه وتعالى في نفسك لكن انت استمري استمري وانت فخورة بحاجة واحدة ان ربنا نظر اليك بعين الرعاية والمدد وخلاك سبب من اسباب الحفاظ على مستقبل ابنك استاذ مهى اتفضلي استاذ مهى يبدو استاذ مهى بس استاذ مهى ممكن بعد اذن حدك توطي التلفزيون تسمعيني من التلفون لو تكرمتي طيب استاذ مهى ترجع علينا تاني استاذ سماح ايوة اتفضلي يا استاذ سماح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد ايه نحضرت انا متجوزة بقالي خمسين سنة ما شاء الله يعني من ومدلت مدلت فيهم ولا مرة مع زوجي ما شاء الله اتفضلي ويعايشة معاه الوحش قبل الحلف طيب يبقى انت كنت النهاردة يبقى النهاردة في موضوع الحلقة كان عنك النهاردة اه اه اقول حضرتك طيب اتفضلي سؤالك يا حج سؤالي بحد العمر ده كله انا باخد علاج يومي قلت له اليوم ببني الدواء والدواء لازم يقف فيه فصل معاه عشان ما يتفاعلش مع بعضين طيب راح يقولت له هاتي الدواء ده من الساعة ثلاثة لحاف وقال لي حاضر راح يجيب الدواء نسي جيه جبت العلاج عشان ياخده في المعاد عشان بعد شوية ياخد المعاد الثاني مم قال لي اه لا ما جبتش اما يصل للمغرب وانا جاي يجيبه طيب راي يجيبه جات المغرب جيه المأخدت بقى اللي قابليه مستنية تعجرة على الثالثة دي طيب كده جيه دخل جوا وطلع فكرت جاب العلاج دورت جوا ملقيتش علاق خامس جابه فين السؤال بقى يا حاجة فين السؤال يا حاجة سماح السؤال السؤال ان هو ضربني في وشي خنقني من وشي منرى بنبقي وبرى من رئابتي لا مالوش حق مالوش حق يا حاجة سماح بعد رامري سبع خمتين سنة عشرة مروحتش مرة زعلانة طيب خلينا اكلموا يا حاجة سماح عشان بس حاجة سماح خلينا اقولك اللي عملوا ده مش صحيح واللي عملوا ده مايرضيش ربنا وعنكمل كمان الرسالة بتاعتنا اللي احنا عايزين نوجهها له ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم وفكركم بسؤال الحاجة سماح اللي كانت بتقول خمسين سنة جواز يعني هي من المخضرمين في الجواز وكانت مع زوجها وهي بتاخد دواء بعدد من الساعات فلابد ان هي تاخد الدواء في وقتها فجوزها نسي الدواء وهي كانت منتظرة الدواء بعد ما عادها معاد وجي المعاد التاني ففجأت ان هو نسي فيبدو ان هما حصلت بينهم مشدة فهو ضربها فشها ولا حاجة زي ما هي بتقول انا عايز اقول الحاج الحاج مش كده صحيح نكمرنا في السن وبقى خلقنا دايق بس لما خلقك يبقى دايق يبقى انت محتاج عبادة مهمة محتاج ان انت تبتدي من جديد الصبر والرضا والود والطيابة والمحب انا شايف ان انت كنت لازم تطول بالك شوية مش بس تطول بالك شوية الضرب لو من الصغيرين جريمة وكبيرة من الكبار اشد فانت محتاج تعتصر له والطيب خطرة ولو عملت كده دخلت في قوله ما شاء الله عليه وسلم فخيروه ما الذي يبدأ بالسلام انا طبعا مش عارف الحاجة سمح قالت ايه بس مش مشكلة انت لازم تكون ماسك نفسك انت الراجل وضربك ليه حرام تضرباش تضرباش فش تضرباش خالص دي عاشت معك اكتر ما عاشت في فيتكم اكتر ما عاشت مع اي حد فلا انت لو سمعني روح طيب خطرة واعتذر له والاعتذار من الشام الكبار الاعتذار عن الاخطاء من الشام الكبار ربنا يعينك يا رب وتعمل كده والطيب خطرة يا رب متنيمة ويز علانة متنيماش ويز علانة وانت عارف ليه معنا الاستاذة مهة رجعت لنا تاني استاذة مهة استاذة مهة يا استاذة مهة بعد اذن حضرتك يا استاذة مهة ممكن توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو سمحتي قالو قالو مساء الخير مساء النور ممكن بعد اذن حضرتك وطي التلفزيون بعد اذن حضرتك انا موطي خالص يا استاذنا الشيخ والله ولا سمع السور ده حضرتك طيب اتفضل هطمع في حضرتك في سئل اتفضل انا معي تلت بنات وولد وربتهم احسن تربية طيب وللعكس ان جزء حاجة تانية صعبة خالص 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 اخلاقيا وتربيا وكل حاجة وصبرت على ولادي لما كبروا وتخرجوا وبقوا حاجة كويسة وحاجة كبيرة وسامحتوا كتير في لاوة بيعملوا والمشي اللي مش كويس والمشي البطال حطت تحتها حاجات بنوت كتير انا اخنا مزهقت قعدت عند والدتي ببناتي جبار وابني وبرضو مستايباء شكلياتا قدامي الناس بس عشان دول معي تلت بنات ومش عايزة اي حد يقول ان انا منفصل باباهم سؤالك تمام بس ده هل حراموا علي انا سامحتوا كتير سامحتوا كتير عن الحاجات اللي بيعملها الوحشة وبيرجع عليها تاني مستاذة مهة مستاذة مهة انت سؤالك دلوقتي ان انت هل حلال ان انا سيب له البيت وقعد عن ضمي ده سؤال مش كده برضو ده السؤال الاهم كمان انا رأيت ربنا فيه كتير بس ما ينفعش انه هو يبقى لي الزوج تاني لاني بصراحة دي مشاهر واحاسيس ايوه مش عايزة ترجع على اللي بيعملوا سيدنا الشيخ طيب بس يا بس مش عايزة افسر لاني حاجات وحشة بيمشي ماشي مع الستات وحش انت فسرت خلاص مان عايز بس اقول لي حاجة انت فسرت طيب واحدة واحدة بس عايزة اقول لك حاجة بس عايزة اقول لك حاجة وستاذبان انت لو انك انت خايفة على نفسك وخايفة على خايفة في خطر عليك يعني لما بيش بيضرب وبيعمل كلام ده هتبقى ساعتها انت لما تخرج بيت خايفة على على نفسك وعلى اولادك خايفة على تربيتهم هو بيعمل حاجات ما هيش افضل حاجة ان الاولاد يشوفوها ولا ان احنا نعيش ده وانت حاولتي وعملت كده خروجك من البيت ده وتا يكون لمصلحة لكن ما ينفعش تخرج من البيت لا لشيء الا لانك انت مش عاجبك هو لكن لو خرجتي لمصلحة ان انت خايفة عليك وعلى اولادك انت ساعتها انت دلوقتي الضرر يزال فيزال بايه؟ بان انت تبعدي عن موطن الضرر ده الحالة اللي انت يا جوز ديك ان انت تعودي فيها عندي اهلك وتحاول بقدر الامكان ان انت تبعدي الاثر السلبي والضرر اللي عندك يبقى ايزا مش هينفع تسيب بيتي الزوجية وانت زوجة الا اذا كان فيه ضرر وانت بتدفع الدرر ده بنقول كده ليه؟ المسألة ما بقاش الجواز ما ينفعش يبقى كل حد يتدايق من حد يروح سايب البيت ويمشي لا الزوج ينفع يعمل كده ولا الزوجة تنفع يتعمل كده احنا عندنا قيم زوجية قيم من ضمن القيم اللي بتحكمنا في الجواز الرضا اذا زي ما حدثت النبي قال اذا كره منها خلق الرضي منها الاخر الصبر كمان لو ان احنا ما فيه الصبر طب هو لو هو مرضى هنعمل ايه؟ لو هو عنده حاجة صفة مش كويسة هنعمل ايه؟ هنحاول معاه انا بقول كده ليه عشان ما حدش يفهم ان في حالة حضرتك انت في حالة حضرتك فيه ظرف خاص انت بتقولي ان انت خايفة عليك وعلى اولادك خايفة عليك وعلى اولادك من ايه؟ من كل الحاجات اللي انت قلتيها دي فاذا كنت خايفة على فيه خطر عليك وعلى اولادك اه ده في الحالة الوحيدة ان دفع الضرر ان الضرر يزال فانت خرجتي عشان الضرر يزال وما ينفعش يبقى الضرر ده الضرر النفسي ما ينفعش لأن التقدير ده بيعود للناس لكن نعمل إيه؟ ناخد الخطوات الطبيعية لما يكون فيه ضرر نفسي نعمل إيه؟ نقعد ونتكلم طب وما نفعش الكلام نروح للمتخصصين يعني إيه اللي حاصل؟ يعني بلاش فكرة أن أول حاجة نعملها أن نحن نسيب البيت ده ما ينفعش مع قيم الزواج ما ينفعش مع الصبر ومع الرضا ومع المودة والرحمة لكن إذا كان فيه خطر ما حدش يقول لحد أنه هو يفضل في الخطر ساعة ما يبقى فيه خطر ساعتها مش ينفع أن حد يقول على زوجها لما هي بتهرب من الخطر وبتهرب من الضرب وبتهرب من كل الأزى ما حدش يقدر يقول لها أن أنت ساعتها ناشئس لكن أن امرأة تترك بيتي الزوجية بغير أن تصبر وبغير أن ترضى وبغير بقى ده ما يبقاش هو ده التصرف الصحيح الأمر الثاني بقى اللي هو بيعمله ده ينفع؟ لا ده إسم يعني كل هذه الأخلاق الزميمة خلاص لابد أن الرجالة تتعود أنت عندما صرت زوجا فأنت لا تفكر إلا كزوج ما بتفكرش إيه؟ كعازب أنا كمان علاوة على أنه هو البعض اللي أنت قلتيه دي كلها كبائر يعني اللي أنت قلتيه ده كبائر فهو بيظلم نفسه وبيظلم أولاده لأنه هيشوه صورة الرمز والأب في عينهم فلازم هو يمتنع عن ده ويتتق الله سبحانه وتعالى ويعرف أنه هو بيعمله ده وتوالعازه بالله ظلم لي وليكي والأولاده فعليه أنه يتق الله سبحانه وتعالى معانا الأستاذ معانا الأستاذ محمد يتفضل أيها فندم السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله بركاته أستاذ محمد أنا حضرتك عندي 65 سنة يا فندم عند حضرتك خمسة إيه؟ 65 سنة وما حجيتش الغابت دلوقتي ما شاء ربنا اكتبها ليك ولينا يا رب فأنا حضرتك السؤال أنا عندي مبلغ في البنك بحطه في التوفير وأعمل به شهادة استثمار ساعاتي هل ينفع أن أنا أحج بالفلوس دي؟ آه يعني أنت بتقول دلوقتي أنت شائل الفلوس دي عشان لو حصل أي حاجة بعد الشر لتكون أمان لك والأولادك صح؟ تماما فأنت بتقول ينفع أن أنا أخذ الفلوس دي وأحج بيها ومبقاش فيه مدخر لي والأولادي؟ لا 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 يعني هل ينفع الفلوس دي أحج منها؟ لا 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 يكون فيه مشكلة أن أنت فاهم أن ينفع أن أنا أحج بفلوس جاية من فلوء من ريع إداع المال في البنك أيها فندم لا حول ولا قوة إلا بالله ده برضو كلام يا حج محمد طيب من غير ما تزعل منه لازم بقى نخلص الحكاية دي الله يرضى عنكم إيداع المال في البنك حلال لأن لا أحد في هذه المعمورة يقول بأننا نسل في البنك نحن لا نقرض البنك نحن ندع المال في البنك لكي يستثمره لنا فالعقد الذي بيني وبين البنك هو عقدي تمويل أنا بمول مشروعات البنك وعلى هذا فالمال ده مش قرد اللي أنا بديه للبنك ده مش قرد ونزاك ما يعنيوش قاعدة كله قرد جرى نفعا فهو ربا لا ده ملوش دعوة بالربا إيداع المال في البنك ملوش دعوة بالربا قولا واحدا الحاجة التانية المال اللي بيعود علي ده اسمه ريع ويجوز إن أنا أستخدمه في الحج يجوز إن أنا أستخدمه في الحج لأنه كسب حلال لا شبهة فيه يبقى خلاص كده حاج محمد يلا توكر على الله وتعيدنا بقى في الحج إن شاء الله أستاذ مهى تتفضل أستاذ مهى طيب أستاذ مهى ممكن ترجع تتصل بنا تاني لو هي مش معانا على الخط طيب يا سيدي احنا بقى شوية بس عشان مسألة مسألة إيداع المال في البنك في بعض الأحيين أنا مش عارف اللغة ده الناس دي هتبطلوا إمتى ويبقى الناس عندهم حاجة عنيفة جدا جدا إنهما مصرين على أن ده ربا طيب يا سيدي ربا إزاي نخلص معاه إن ده مش قرد مش معقول أكون بقرد البنك يقول لي أصل إيه الفايدة سابتة يا عمي ما فيش فايدة هو ما فيش فايدة إن أنت تفهم ولا إيه السيبك من الفايدة ده دي مش فايدة دريعة يقول لي بخلاص ده هو سابت لا هو مش سابت ولا حاجة هو محدد مسبقا محدد مسبقا يعني إيه الأموال اللي بتيجي إحنا بنعمل إيه عندنا دراسات مستقبلية وعندنا دراسات جدوى وعندنا دراسات سوق وعندنا كمان مؤشرات اكتوارية بنعمل إيه بيبقى عندنا سعر بيحدد العوائد اللي كان زمان سعر الكردور فبنحدد الكلام ده وبناءا عليه بنعمل إيه بيكون هذا الريعة فهذا ريع وليس فائدة هذا ريع وليس فائدة ولازم نفهم كده حتى قانون البنك المركزي ما بقاش فيه لفظ القرد فعايزين بس نفهم الكلام ده عشان ما نعودش إيه نترك هذا اللغط أستاذة مونة تتفضل أيها السلام عليكم وعليكم السلام وراح تلوكاته أستاذة مونة لو سمحت حضرتك سؤال تفضلي أن حضرتك دلوقتي متجوزة بقى لي 14 سنة بس أستاذة مونة يبدو أن أنا محتاج أن أن تتوطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو تكرمت طيب أنا دلوقتي متجوزة بقى لي 14 سنة تفضلي سمعني حضرتك كده أنا مشكلة مش في أن أنا أسمعك أنا مشكلة أن أنا سمعك وسمعني فممكن تورطي التلفزيون شوية عشان أسمعك بس طيب أنا حضرتك متجوزة بقى لي 14 سنة طيب زوجة تانية كان سابق لي الجوزة بكده وجوزة توفى وابني عنده سنتين طيب فدلوقتي ملخص مبيني مبين جوزي سواء حاجة تستاهل أو حاجة ما تستاهلش يسيب البيت ويشي بالشهر وبالاتنين وبالثلاث مع العلم اللي هو فرق مبيني مبيني بيته الأولين شارع بشكني في الشارع أكنه ما يعرفنوش ولا بيت ألفينة ولا بيجنة ولا أي حاجة من حاجة زوجته الأولين زوجته الأخرى عارف أنه هو متجوز أيه أقول لحضرتك فرق مبيني مبيني شارع لا يا أفندم هو دلوقتي لأنه بيمشي وكأنه ما يعرفكوش هل ده تعبير على أنه بيتنكر لكم ولا ده تعبير عن الغضب لا عن الغضب لكنه مراته عارفة وقاله عارفين فده تعبير عن الغضب والزعل بالضبط وحاولت لنا أتكلم وكل ما أتكلم أو حد من عندي بيتدخل بيزيادة وبيتقى الزيادة بص أقول لحضرتك حاجة أنا مش عارف إيه السبب في ده لكن أنا ممكن أقول لك حاجات ممكن بعد ما أتجوز حضرتك وأمضى مع حضرتك مدة هو بيحس أنه إما تسرع في اتخاذ قرار الزوجة التانية أو إنه هو الزوجة الأولينية بتادي تحسن علاقتها بيه فأحس أنه هو لما أتجوز حضرتك أنا هنا بفسر مش ببرر أنت خلاص زوجة أنا محبش حكاية بالمناسبة أنا محبش حكاية الزوجة الأولى والزوجة التانية إلا إذا كان بس ده لضبط لضبط التواريخ لكن أنا بقول دي زوجة وزوجة أخرى فأنت لك حق عليه ومدام أنت متضررة هو اللي بيعمله داوة إثم والعاذ بالله اللي بيعمله داوة حرام أن أنت يقعد بالسنة أنت زوجة لك الحق كاملا ولذلك هو لازم يعرف أنه هو يعولك وحضرت النبي يقول إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول سواء أنت أو ابنك فهو الحقيقة يعني هو كده آثم شرعا على الكلام اللي أنت بتقوليه إلا إذا كان أنتوا بينكم حاجات تخليه يهج ويسيب البيت بالسنة بالسنة أنا مش أصد أن أنا برره دا لأن الرجولة تقتضي وأن الاتزان والإنصاف يقتضي حتى لو أن هون أنتوا بينكم خلاف أنه هو ييجي لزوجته ويقعد معها ويتناقشه لغاية ما الخلاف يتحل هو دا الإنصاف مش الإنصاف أنه هو يهجورها كل الهجر دا الهجر دا ظلم والعاذ بالله وقد يكونوا كبيرة إذا كان فيه تضييع للزوجة وللأولاد لأن حضرت النبي وصفه بأنه أعظم الإثم أعظم الإثم فلابد أنه يفهم أنه دا حرام وأنه ما لهوش حق وحاجة من اتنين لأيما ييجي ويقعد معاك ويتكلم لأيما الحال دا ما ينفعش يستمر استمرار هذا الحال حرام عليه أستاذة مهة تتفضل أيها حضرتك نعم والحمد لله أنا مش مصدق أنه أنا بكلم حضرتك والله على راسي أهلا وسهلا ربنا يا خلا حضرتك أنا بس مش طاولة حضرتك أنا متجاوزة بقالي 15 سنة طيب تفضل يا فنة وأنا أيما بولادي بجميع كل حضرتك عارفه من كل حاجة شغله وكل حاجة يعني مطارق في البيت معي أربع أولاد ما شاء الله ربنا يبارك وراضية والحمد لله ربنا لو في وسعها حاجة أكثر من كده هعملها وجوزي معي بس يعني وجوزي لما بيجي يشتغل مثلا شوية شغل شوية يقعد فأنا اللي أعمى بولادي بكل حاجة يعني طيب يا سيد والحمد لله ربنا السؤالي حاجة ما أنا السؤالي بس حضرتك بس أنا جوزي بيقول لي لما الواحدة بتشيل فلس من فلسها بدأ جوزة ما يعرفش يتحرم رد حضرتك إيه آه ده السؤال ده السؤال ده ده عايز رسالة ليه هو لا إحنا عندنا الزمة المالية كل واحد عنده زمته المالية المستقلة يعني أنت زمتك المالية المستقلة النبل عند الرجل إنه بدأ للستة عندها فلوس النبل بيقول إنه ما يسألش عنه ده ملكة تتصرف فيه زي ما هي عايزة وهل الفلوس ده من ملك الفلوس للراجل أو الستة من الخصوصية نعم يقول أو ما يقولش إحنا اللي جرى جرى العرف عندنا إن جزء من الحب إننا نبقى شففين وكل حق واحد يعرف اللي عنده التاني لا ليس جزء من حقوق الزوجية إنه يعرف أنت رصيدك كام مش من حقه في فرق مش من حقه وإن أنت لو قلتله ده يخليكم مع بعض مبسوطين بس أنت لو ما قلتلهش هو يجب إنه ما يحولش ده المشكلة ليه ما يحولش ده المشكلة؟ لأن ده مالك الخاص باقي إن أنت تنفق منه وما تنفقش منه هو مالوش حق لأن بعض الناس بيعتبروا إن الزوجة وكأنها ملكية خاصة لا مش ملكية الزوجة تملك؟ آه لا تملك لها زم مالية خاصة؟ لها زم مالية خاصة تصرح أو لا تصرح كما تشاء هل ده يخلي الزوجة لو ما صرحتش هي بتملك قد إيه؟ مش بنت أصول؟ لا هي برضو بنت أصول يبقى إحنا ردين على الحاكتين إن هي ما تصرحش مش حرام وإن هي لو ما صرحتش تفضل بنت أصول برضو لأن ده مالها هي حرة فيه لكن خطاب للزوج ما تحاولش تعرف تسأل ليه؟ هو فيه الرجالة اللي هم واجب عليهم النافقة بيبصوا لفلوس الستات وأقول لك نصيحة بيني وبينك كده كأنها يا مسامعان مفيش راجل الست بتحب إن هو يبص لفلوسها لإني شايفة إن جزء من الرجولة وجزء من الحب هو إنفاق المال عليها وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل الرجل هو الذي ينفق لإن المال عند الست مش ملك المال عند الست أمان فياريت ما تسألش وسؤالك ده ممكن يقدي لشيء مش أحسن حاجة وزيك نصحت ليك ما تسألش عنه هي تملك قد إيه وخلينا كده نعيش في النبل وفي قيم المحبة والمودة والرحمة يا سيدة هل نعرض أتكلم مع بعض عن حاجة من أكتر الحاجات اللي ممكن تساعد الزوجين السند والدعم المسندة والدعم خلينا نساند بعض وندعم بعض نسمع بعض ونقف جميع بعض ونقدم الحلول وناخد بعض إلى الخبير إذا ده بين الحال ساعتها الحالة هيوسع ويبقى إحنا كمان مع بعض كل ما يكون قنوبنا على قلب بعض وكل ما كنا قريبين كل شر وكل الدور بيبقى عندنا ونبقى في حسن رب العالمين لأن ساعتها بنكون في مدد المواد دا والرحمة اللي ربنا ناظر إليه اللي ربنا ناظر به إلى بيوتنا على الدوام يا رب مودة ورحمة وكمان دعمه وسندة لكل البيوت عشان تعيش في أمانك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أكرمنا بمددك وأمانك حتى يكون كل واحد منا سنداً ودعماً لشريك حياته لنرى نعمتك في بيوتنا يا رب العالمين